السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناتي وقناتكم اليوم نعمل معكم مغربية أصيلية الطاجين باللحم مدربل أو البرانية هو الطاجين باللحم أو بالتجاج مخدر بالدنجال و النص والطرف البقية تنمسوه هذا هو الطاجين باللحم بالدنجال أو الطاجين المدربل سوف يأتي الديد لا تشبعوش منه جربوه و عاد حكموه بالنسبة لطريقة التحضير هنا نحن نجاة الضغط أو الكوكوط بصلاة كبيرة زيت السيتون انا اختارت اليوم اللحم البقري ممكن ندروا اللحم الغنمي ممكن بالطريقة تعملوه بالتجاج بالنسبة للتوابين الملحة على حسب الضوقة الفلفل الأسود سكينج بير معلق تنضيروا دائما سكينج بير الكيمية مضاعفة على اللبزار و هنا عندي الخرقوم البلدي اللي بغى يزيد حتى الزعفران الحر يزيدوا هنا عندي التومة مجفة اللي عنده التومة طريقة بالطبع شوية ديال السودانية اللي معده السودانية شوية ديال الهريصة على اللي بالنسبة للناس التي يبغوا شوية ديال النكهة ديال نسمة ديال الحر هي شوية تتعطي واحد نسمة زوين بسر هنا تنشحر هذا اللحم يشحر واحد من الجهتين و نبصلك هذيك حتى ترطب ضروري تنضيروا هاد المرحلة الطريقة في الأول تنشحروا أي حاجة لحيمة ولا الجش نشحرهم ضروري قبل ما تنمرقوهم نستعليها هنا هنا نرى اللحمة ديالها هي شحرات مزيان يعني بقيت نقل فيها و نشكل بساعة ساعة يعني دخلات لي هذيك تلبسات بالتوابيل في هذه المرحلة اذا نضيف المطيشة مقطعاتي حلال واحدة القشرة ديالها و تيقطعها صغيرة بسف تتضيروا الكمية لحسب شحل عندكم ديال اللحم او ديال الججج و دا نخليها احتهي حتى تتلبش شوية قبل ما نمرق يعني ما بقيت شي هكدك صاينة تطلق هذيك المدية لها و تتتلبش شوية دابا أنا كنت سخنت الماء الماء غاسكم تسخنوها من قبل ما تمرقوش بالماء يكون هكدك بارد باش تطلع الغلية ضغياء في هذي اللحم من يستو هده الكوكوت اضا نمرق اللحم و نغطي عليه الكيميال كافية ديال الماء باش يطب و دا نست الكوكوت يعني عندكم بعد ما تتصفر واحد خمسة و عشرين ثلاثين دقيقة على حسب النوع ديال اللحم ديالكم و على حسب وش طياب و لا لا الواحدات يحل عليها بعد هذيك خمسة و عشرين و ثلاثين دقيقة و تيشوف وش اللحم طاب و لا ما زال خاصوا الواحد يزيدوا في هاد الاثناء يعني وجدت دنجال عندي ثلاث دنجالات قبلتهم و غصلتهم حيت لهم هدك الراس و قشرتهم نصة قشيرة خليت لهم النص ديال القشرة ديالهم و تنقطعهم هب هاد الشكل تيكونوا شوية ماشي غلاط بسف و ماشي عاو تنقاك بسف بش ما تيدو بوصرين مني تنحمروهم او ننقليوهم و نتنديرهم في الماء مملح الماء في هلم الحق بش يتلقوا هذيك المرورية ديالهم تيتلقوا هات الماء في هذك الماء نخليهم دب هذيك احتى يقرر بوجد ليع اللحم نخليهم في هذ الماء نغطى اليهم بوحد الغطايا و نخليهم بحتى يتلقى هذك الدنجال لمرورة دياله كلها و هذان قبضت نصفه نصفهم زيان من هذك الماء تنعسروا و ها هو الماء كيفاش ابقى لبا فاش دا نبغين نحمره او الواحد يقليه ما يزيدلوش المنحة لان هذا النافل الماء مملح بش ما يجيش ملح كتير هنا علي استفتو نافلة هذ الفران رشيت عليها الزيت و ذا تلو شوية ديال اللي بزار اذا ندخلوه الى ميتين وخمسة و عشرين درجة سلسس بش انه يتحمر ليه اللي بغى يقليه يقليه ماشي مشكله هنا اغل اللحم سوف يديلي الطاب حليته خليته هنا احتى الضغمر شوية مبقاش فيها مبقاش الماء و قبل ما خليته نشوف هكدا هزيت شوية ديال المراقع على جنب هي لذا نماز فيها الدنجال قبل ما خليته هكدا اه الدغمر ما بقد شايفيها المرقى اكتير بالنسبة للدنجال هنا قسمته على جوش النص خليته صاين والنص لاخور نستلو هذا المراقع له الزيت و ذا نمازو فيها بهذا الطريقة بالنسبة للدنجال اللي بغى يقليه راتيقليه تديرو شوية ديال طحين و تيقليه و اللي بغى يحمر في الفرن يحمره و يبغى يستعمل قلية الهوائية كذلك يرشو شوية ديال الزيت و يحمر فيها تيبقى كل واحد هذا اختيار شخصي ولكنه كله تيجي تيجي لديد و تيبقى النهار الثاني تيزيد تيزيد زيان هاد الطاجين هنا اللحمة ديالي هانا سبيتها راه طابد زبدة حتى تفرقات على الأدم سبيتها في طباس البحر هكذا وهنا دك الدنجال اللي معست اذا نديرو فوق اللحم بهذا الطريقة كيف ما تيبقى لكم موضح والدنجال اللي صاين اذا نقبط حتى نزين به الجوانب نتمنىكم تجربوا هاد الوصفة و ترطوا عليها راه تيجي لديد بسهب ما تشبعوش منه هاد الطاجين و ديال تحملت الوجه يعني تحطوه الديافكم الديد بسهب ما تشبعوش منه هانتو مادا نستفى هكذا احتى العين تتاكل الواحد يستفادو كالدوائر هكذا كتيجي وزوينين كلهم بقياس واحد مقادل ورادك اللحمة بقاتل لديك المرايقة للدغمرات اذا نزيد نصبها من الفوق نهائي ماشي مياه لا تخليوش لمرقم مياه بش يجي لك ماداقل ديد ديال هاد الطاجين و ديال هاد الأوكلة ديال اللحم الدنجا ولا اللحم دربل او لبرانية شوفوا كي باش ديالة مرايقة كي باش نحطها خاترة ما كينش هدك المياهات بش تيجي لك طعم الديد و تيجي كل شي شارب هادك اللقامة و تيجي الديد بالسف على كانت الحاجة مياهات ما تيكونش الماداق هو هادك ما شاء الله ما شاء الله جاء الديد ما شهيتكم فيه جربوه خليو ديالة التعاليق رأي ديالكم هادي كانت هي الوصفة ديال اليوم طاجين ديال اللحم مدربل ولا طاجين ديال اللحم بالدنجان او لبرانية الديد تيكون مضغمر لاحقه وطريقه انا عملت لكم جميع التفاصيل لا تبقتوا الطريقة ديجيكم وزيل ما شاء الله وما تشبعوش منه شكرا على المشاهدة وانتقي بكم فيديو قادم ووصفة قادمة بحول الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهية طيب